ضغوطات الإيرانية المفروضة على الحكومة العراقية فيما يخص كسر العقوبات المفروضة من قبل واشنطن راح يعرض العراق للخطر بشكل أو بآخر ويجعل ضمن دائرة العقوبات وهذا تعريض الخطر وجعل فيه دائرة عزيزي نعم عزيزي أمكن أكثر دولة طبقت العقوبات الأمريكية على إيران قد يكون العراق وخصوصا الحكومة الحالية وأكرر هذا الموضوع مو معناته أنه أكو خضوع للجانب الأمريكي إهلان دراعي المصلحة العراقية يعني تدري أنت أكو قرار يخص حتى موضوع سلطة الطيران وقرار من قبل دولة الرئيس محمد الشاعر السوداني في موضوع عدم مرور بعض أنواع من الطائرات ورح تضرر من عند الطيران الإيراني فبالتالي يا أخوان هذا موضوع النفوذ والهيمة الإيرانية أصبح حقيقة موضوع مضحك يعني إيران عندها نفوذ وهيمنة ولا زالت ديون إيران مماخذتها وبالمقابل أموال العراق تصدق بها الولايات المتحدة هاي ما لها علاقة بها إذا جاءت حدث عن دولار سيد علي جاءت حدث عن دولار هاي ما لها علاقة بها عزيزي أقل دولة أقل دولة مستفادة من الدولار الأمريكي من العراق هو الجانب الإيراني يعني أغلبية المصارف الآن اللي تقطر على العراق هي مصارف عربية إماراتية أردنية فبالتالي شون الدولار وحتى مبيعاتنا بالمناسبة مبيعاتنا وفي القرار ديواني ما ذكر رقم حقيقة الآن التبادل ما بين العراق وإيران وتبادل بالدينار والعراق يعني يصدق 10 مليار دولار إذا ما تحررت رح تبقى متفارجة إيران مثلا سيد الكريم الميزان التجاري يقدر الآن ما بين العراق والجانب الإيراني هو قرابة 10 إلى 11 مليار دولار تقريبا بس مو معناته أنه ديروح ما قيمته ماذا يطلع دولار للإيران من عدنا قيمة 11 مليار ماكوش أصلاً أميكا وضعت قيود كبيرة جداً ما عندي معلومات حولها ما نصدر للإيران ما نصدر له شيء بس إيران بالمقابل دعنا نتعامل بالمناسبة دعنا نتعامل بعقلانية أول العراق بلد مزراعي أو بلد مصناعي أقل بضاعة طب للعراق هي من إيران قبل نفكر بالتنظير دعنا نفكر مصلحة المواطن أنا الآن كمواطن بسيط حتى أشتري سلعة غذائية أروح أدور سلعة غالية الثمن لو قليلة الثمن